اشتركوا في القناة التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم الطموحة كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات مماثلة هذا وهنها سمو الأمير وسمو ولي العهد وزير التربية وقيادات الوزارة بنجاح اختبارات الثانوية العامة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبحضور ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقيم صباح اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والاحتفالية الخاصة بمرور عشرين عاما على التأسيس وشدد سمو ولي العهد على أن قيادة الكويت تعي أهمية الابتكارات العلمية والتقنية وأفاق الرقم الرحبة وغير المحدودة وأثر المشاريع في هذا المجال الحيوي ودور التقنيات فيه جعل العالم أكثر ازدهارا وأمنا لا سيما مع ازديادة أهمية الأمن السبراني وسلامة تدفق المعلومات الرقمية السحابية وغيرها إلى الشأن البرلماني إذ أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصامد أن اللجنة أقرت بالأغلبية الميزانية العامة للدولة لسنة المالية الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين وأحالتها إلى رئاسة مجلس الأمة بواقع ثلاثة أصوات مقابل رفض ثلاثة أعضاء مع ترجيح تصويت رئيس اللجنة أهم نامح الميزانية العامة للدولة بالنسبة للإرادات الإرادات هالسنة المقدرة طبعاً بلغت ثلاثة وعشرين وأربعة من عشر مليار دينار بزيادة 114 فيلمية عن الميزانية السابقة تشكل الإرادات النفطية 91 فيلمية من جملة الإرادات سعر البرميل قدر في هذه الميزانية 80 دولار وفي حين أن سعر التعادل 79 دولار الآن المقدر أكثر من سعر التعادل بالدولار سهناك وفر بالميزانية طبقاً لهذا التقدير يقدر ب333 مليون دينار كشفت وزارة الصحة أن معدل حالات مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز في الكويت ضمن المعدلات الاعتيادية والمتوقعة والتي تعد ضمن المعدلات العالمية وأوضحت أن إقرار إجراء الفحص المخبري لفيروسي نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن يأتي استكمالاً للفحوصات والرعاية الصحية لهم وكإجراء وقائي بما يتوافق مع التوصيات العالمية وللحفاظ على الصحة العامة في ظل الحديث عن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة للإعلان عن جرعة رابعة تنشيطية تعطى بالاختيار لمن يرغب لأن الشارع الكويتي ينقسم بين مؤيد ومعارض ونفس الثلاثة الجرعات اللي خدناهم من قبل نأخذ الرابعة بعد معنا خسراني شيء إن شاء الله لا والله ما راح أخذها لأن الثالثة واحد ناس يقولون اختلت وازنهم اللي مثل المسبق اللي ضائع اللي هذا كذا واحد مو واحد ولا اثنين ولا ثلاث يعني واحد من ربعنا وربع أخواني وحيال أمي والربع يعني من شذين ما راح أقدم والله الحمد لله وشك إذا في الحكومة تنصحنا بشيء ما أخذ الحكومة على عاسب وزارة الصحة أنا حتى الثالثة ما أخذيتها وقفت خذيت ثنتين وخذيتهم كنت مو مقتنع أساسا بس أخذيتهم عساس سبحان الله بنادم يصير ضارف شغلة عنده سفر عنده شيء يعني نحدينا حد عليها والثالثة وقفت والرابعة مو مؤيدة حتى أحادي نأخذها ليش له إذا هل صالحنا والصالح الجميع نأخذها أنا ما أخذ ثلاثة أنا أقول له لي أخذها حسب الغانون كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبيبين كويتيين حصل على براءة اختراع عن جبيرة طبية تستخدمه في العمليات الجراحية في إنجاز جديد يحسبه لأبناء الوطن اليوم يزاوم لخير المركز صباح الأحمد لموهبة الأبداع كرمونا أنا وزميلي دكتور محمد كمال استاذ في جامعة كليت الطب جامعة الكويت بخصوص براءة اختراع عن طريق جبيرة أنفية تضع بالأنف لمرضانة بعد عمليات الأنف مثل عمليات التجميل عمليات تعديل حازل الأنفية أو جيوب الأنفية ميزة الجبيرة هذه أنه ما تمنع تنفس ما تسبب أي آلام وهي توضع بطريقة بحيث أنه تخلي المريض أيضا أثناء العملية وبعد العملية يقدر يتنفس على راحته جبيرة جراحية تستخدم في عمليات الأنف لتثبيت الحجاب الحاجز وتسهيل عملية التئام الجروح ما بعد العمليات الجراحية هذه طبعا العمليات هذه فيها صعوبة من بعد العملية أنه يكون عندنا فترة عدم قدرة المريض على التنفس بشكل جيد وصعوبة في مرحلة النقاها وإحنا الجهاز هذا يحاول أنه يساعد المرضى بأنه يستفيدون من تثبيت الحجاب الحاجز بطريقة معينة ويحصلون على نتيجة أفضل بعد العمليات الجراحية مشاهدين أنتهى الموجز باختصار تفاصيل أكثر في نشرتنا عند رأس الساعة التاسعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر